مواقف يعني بناخد نقاط أو حاجات معينة كده نتكلم فيها علشان الموضوع ما يبقاش يعني متفرع زي ما بنقول فالنهاردة بنقول مواقف مع الإسراء والمعراج في رحلة الإسراء والمعراج يبقى مواقف في الإسراء والمعراج يبقى احنا مع الإسراء والمعراج إيمانا ويقينا واتباعا لا شك ولا ريب لكن فيها مواقف احنا في المواقف هناخد بعض النقاط الأول الإسراء اللي هي يعني احنا نركز شوية عشان ما ناخد شوقت خدوا بالكم الإسراء معناها انتقال على الأرض بأي وسيلة انتقال وكانت وسيلة الانتقال البراق وكان قائد البراق سيدنا جبريل عليه من الله السلام وكان الضيف المدعو من قبل الرحمن هو سيدنا رسول الله لأن الله تبارك وتعالى يقول سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرامي إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم يبقى دي موقوف خلاص الذي فعل هو الله القدرة بقى هنا القدرة لا يقوى عليها إلا الله ولذلك قال سبحانه وبعدين قال الذي أسرى بعبده الذي أسرى بعبده ما قالش الله هنا ليه لأنه بيخاطب فينا جميعا الروح والضمير الإيماني حتى نقول سبحان الله الذي أسرى بعبده من عبده الذي أسري به يبقى على طول سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم رفع الله ذكره فلا نقول لا إله إلا الله إلا وقلنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله طيب يبقى هنا يبقى هنا احنا قلنا رحلة أرضية كلمة إسراء أو مصر يبقى رحلة أرضية وبعدين بعد كده حصل المعراج المعراج يعني أعرج به يعني ارتفع لفوق لفوق لحد فين إلى ما بعد سدرة المنتهى إلى حيث لا منتهى لأنه في الأنوار الزاتية الإلهية التي لا بداية لها ولا منتهى طيب نتنقل بقى الحاجة تانية برضو للبيان اللي يقول لك لا دا شافها منام اللي يقول لك مش عارف إيه كلام دا كلها جماعة كلمة سبحان الذي أسرى بعبده كلمة بعبده تدل على اجتماع الروح والجسد معا طب أن نقله من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى طب صعودا إلى ما فوق السماء إلى ما بعد سدرة المنتهى في سورة الناجم بقى بيقول إيه فأوحى إلى عبده ما أوحى في سورة الإسراء سبحانه الذي أسرى بعبده يبقى قال لك فعل وفعل ومفعول به وهناك فعل الفعل هو فعل الإسراء والفاعل هو الله والمفعول به ليس له قدرة في ذلك ولكن القدرة مطلقة لمن؟ لله هو سيدنا رسول الله كاملا روحا وجسد يبقى بكله طالما أسرى نألوا كله يبقى ساعة المعراج برضو أعرج به روح وجسد ولذلك قال إيه فأوحى إلى عبده فأوحى اللي هو من بقى برضو الله الله الذي يوحي بأي شيء وإلى تدل على وجود الموحي إليه في هذا المكان الذي أوحي إليه من الله فيه المكان ده فين؟ فكان قاب قوسيني أو أدنى يبقى وجوده هناك برضو روح وجسد النقطة التانية أو الموقف التاني نتنقل للموقف بقى التالت ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنريه من آياتنا الكبرى سبحانك يا رب آيات ربنا الكبرى؟ آه أول آيات ربنا الكبرى أنه محي الموتى في الرحلة دي إزاي؟ ربنا سبحانه وتعالى قال لسيدنا النبي في القرآن وما جعلنا لبشر من قبلك الخلط خلصا الكل عند الله مات وانتقل خلاص إلى الرفيق الأعلى عملية بقى جمع الأنبياء ويرى الأنبياء روحا وجسدا ويكلمهم ويكلمونه لأنه هو روح وجسد هو كمان ويسلم عليهم ويسلي بيهم من الذي جمعهم؟ الله الذي يجمع الناس لميقات يوم لا ريب فيه وهو ميقات يوم القيامة إن الله لا يخلف المعاد خدوا باركه هنا ربنا سبحانه وتعالى له الحمد في الأولى والآخرة ومن الحمد نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أحمد وهو محمد وهو محمود هو من الحمد أصل وفي الحمد أصل وللحمد أصل فهو أصل الحمد بين العباد إن حمد العبد ربه بدون أن يجعل في حمده الصلاة على رسول الله فلا قبول لحمده لأن الله الذي قال لرسوله صلى الله عليه وسلم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم فلابد لنا من خلف رسول الله أن نكون حامدين متبعين لاجئين عابدين شاكرين لله وهنا مسألة الشكر أن جعل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب الرسالة الخاتمة رسالة الإسلام الدين القيم الذي ارتضاه الله تبارك وتعالى وقال إن الدين عند الله الإسلام نجد أن نرى هذه المنة وهذا العطاء الوفير أعطاه لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وجعله في أمته إلى يوم الدين أمه إذا فعلت السيئة وتابت غفر لها والسيئة بسيئة وإذا فعلت الحسنة كتبت عشر سبعمائة والله يضاعف لمن يشاء أمه أمرها الله كما أمر الأنبياء والمرسلين الذين جمعهم الله لسيدنا محمد ولذلك يقال عنه هو إمام الأنبياء والمرسلين منهم أنبياء ومنهم رسل أصحاب رسالة الذين صلوا من خلفه من خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم نجد أن بعد ذكر ذلك المين بقى صلوا على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم نجد أن ذكر الأمة كده بما فيها من نوافع يعني منافع وفيها من عطاءات وفيها من نفحات ربانية نجد أن هذا الكلام كان لسيدنا موسى فقال اللهم اجعلني من أمة محمد شوف سيدنا موسى الكليم كان يتمنى ويدعو أن يكون من أمة سيدنا النبي من أمة المحمدية اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا نور قلبي وعيني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى وجود الأنبياء والمرسلين جميعا دي موقف تاني والموقف رقم ثلاثة